الجانب الثاني الحضور الجماهيري كيف سيتعامل الكاف مع الحضور الجماهيري سواء للأهل أو للترجي في المباراتين زهابا وإيابا بكرة الثلاثاء في اجتماع للاتحاد الإفريقي مع النادي الأهلي وأيضا في اجتماع آخر مع نادي الزمالك لأن الساد القاهرة هيصطديف نهائي الكونفدرالية الحد اللي جاي 19 مايو ونهائي دور الأبطال يوم السبت اللي بعديه يوم 25 مايو ففي اجتماعات مهمة جدا للاتحاد الإفريقي مع كافة الجهات المعنية من الناحية الطبية من الناحية الإدارية من الناحية مسؤولي الاستاد من الناحية الأمنية كل ده بيتم عشان يتم الاتفاق عليه على فكرة التذاكر برضو الاتحاد الإفريقي ليه نسب تذاكر طبقا للليحة التسويق ففي تفاصيل كثيرة جدا هنشوفها ونعرفها بكرة بعد الاجتماع اللي هيتم ولكن طبقا للليحة جمهري الترجي هتيجي القاهرة عشان تحضر مباراة الأهلي ولقاء الفاينال الساعة المحددة تبقى للليحة 5% من ساعة الملعب يعني الملعب لو فيه 70 ألف احنا بنتكلم في 3500 مشجع لجمهري الترجي لا هيزيد ولا هيقل لو عدد أقلي من كده ده أمر اختياري لفريق الترجي وجمهيره لكن أكتر من كده مش هيبقى متصق مع اللوايح فاحنا عارفين ان اللوايح بتقول 5% لجمهير الفريق الضيف الملعب بيسع 70 ألف يبقى جمهري الترجي هتيجي ليها 3500 مقاط طبعا كانت فيه مساعي ان يكون فيه معاملة بالمثل حسب ما وصلني من الزملاء والأصدقاء في تونس ان مثلا ندي بدل 5% بقى 10% والأهلي برضو لما يسافروا جمهوره عايز يسافر يبقى ليه 10% ولكن طبعا الأمر ده مش هيتصق مع اللوايح واعتقد يعني كمان فكرة الصفر بالعدد الكبير من القاهرة لتونس مش هتبقى بنفس القياس لو انت شايف جمهير جاية من تونس للقاهرة فانا هلتزم باللوايح 5% لجمهير الترجي فبالتالي هيبقى حوالي 3500 مشجع في إحدى الدرجات اللي هيتم تحددها من قبل الجهات الأمنية في الاجتماعات اللي هتم فيه الفترة اللي جاي ده كل الكلام المتحد الوقتي بخصوص مباراة الأهلي والترجي وبالتأكيد مع الأيام اللي جاية أنا حاول نعرف شوية من المشهد ومن الصورة ونعرفكم على التفاصيل المتعلقة بالجوانب التنظيمية وبالجوانب الفنية أيضا لهذا اللقاء الهام اللي هيكون الشغل الشاغل لنا خلال الفترة اللي جاية لغاية موعد المباراة النهائية في القاهرة 25.5 بإذن الله ترجمة نانسي قنقر